السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على أسف مرسلين أهلا وسهلا بكم جميعا في هذا الفيديو سأتكلم عن مراجعة معلومات التسديل في امتحان شهادة البكالوريا دورة الجوان 24 جميع المترشيحين تمتد فترة المراجعة من 1 فيفري إلى 15 فيفري ويتم غلق الموقع الإلكتروني بالنسبة للموقع الإلكتروني الرسمي من أجل التأكد من التسديل وصحة المعلومات أنكم تلقاوه في مدونتي على جوجل يكسبوا فقط مدونة الأستاذ محمد التعليمية فلسفة يجب إضافة كلمة فلسفة ورح تفيدكم بسافته المدونة في شهادة البكالوريا كيف الدخول إلى الموقع؟ هو عن طريق الولاية اختاروا الولاية وبعدها أن نديروا اسم المستخدم وكلمة المرور بالنسبة لإسم المستخدم وكلمة المرور راكم مستحفظين بهم لأن أنتم لما سجلتوا أول مرة راكم كونتوا اسم المستخدم وكلمة المرور بالنسبة لرقم المسادقة وما رقم المسادقة في أول تسديل قالوا لكم رقم المسادقة الثنائية راهو اختياري وليس إجباري كاللي ديروا يجب عليك التذكر وشدرت رقم المسادقة اللي ما ديروش في أول تسديل أنت لست مطالب به لما تدخل أنك تلقى هل أنت مقبول أو مرفوض إذا لقيت مقبول عاود وخرج من السيد هذا ما كان ولقيت أنه لا توجد أخطاء وخرج من السيد إذا لقيت مرفوض يجب عليك بالنسبة للمترشحين الأحرار أنكم تروحوا لمديرية التربية في أجل أقصى 19 فيفل كآخر أجل تروح تسوي الوضعية تاك دير طالب خطي إذا هناك أخطاء في الإسم الله قد دير طالب خطي وروح مديرية التربية إذا رفضوك وروح استفسر عليه رفضوك تفقنا بالنسبة للمرسلة التكوين عن بعد أنك تتوجه إلى مركز الدماء الوطني للتعليم والتكوين عن بعد لتنتمي إليه أنت بالنسبة للمترشحين اللي سجلوا وما دفعوش حقوق التسديل للأسف الشديد تسديلكم راه مرفوض يعني غير مسجل في الامتحان هذا بالنسبة للأحرار والمراسلة قبل 19 فيفري إذا لقيتوا أخطاء والله راكم مرفوضين في التسديل توجهوا إلى مديرية التربية أو مركز الدماء الوطني للتعليم والتكوين عن بعد حسب كل واحد وين ينتمي كين مرسلة وكين أحرار ينتميوا إلى مديرية التربية أحرار هم اللي ينتميوا إلى مديرية التربية بالنسبة للمترشحين المتمدرسين هو عن طريق المؤسسة يعني أنك تبلغ المؤسسة تلك على الخطأ أنت أدخل للموقع نفس الموقع تلك الأحرار والله تعالى المرسلة أنه نفس الموقع تشوفوا به هل أنت مسجل أو لا والله هناك أخطاء أو لا نفس الموقع وكذلك بالنسبة للمتمدرسين عندكم فضاء أولية ولكن نروح مباشرة إلى موقع الأحرار والمرسلة أيضا المتمدرسين تقدروا تدخلوا فيها هذه جدا وهذا قبل 15 فيفري بالنسبة للمتمدرسين عندهم أخطاء في الإسم والله لقب بالنسبة للمتمدرسين لا أظن أنه هناك أخطاء وإذا لقيت خطأ أنك بلغ المؤسسة تلك هذا ما كان قبل 15 فيفري بالنسبة للتربية البدنية الأحرار والمرسلة هو أنه تاريخ استخراج الاستدعاء رغم مزل ممكن شهر مارس هي غالبا في شهر مارس لما تخرج الاستدعاء يجب عليك التوجه إلى مركز صحي وتكاشيه عند الطبيب في حالة ما انتذرت كفء وبعدها أنه ضار فيك الحال وقلت أنا مينيش حاب ندير سبور أنك تقدر لما تروح للمركز صحي معك الاستدعاء قل للطبيب اللي مينيش حاب ندير سبور هو يكتب لك غير كفء وانت توجه إلى مركز الإجراء وقدم هذه الاستدعاء مكتوب فيه غير كفء وراح يعفوك تفقنا تنبيه هنا يا عندك في حالة غيابيكم عن اختبار التربية البدنية ورياضية تتحصلون على علامة سفر هذا واضح أتكلمت على كل شيء أي استفسار والله خليولي التعليقات أسفل الفيديو كذلك هذا وانت فكرت أنه ما تنسوش تستحفظوا باسم المستخدم وكلمة المرور لأنه راكم تخرجوا بها استدعاء التعكم تخرجوا بها كشف النقاط تعالراسيبين قدر الله أنك رصبت تخرج بها كشف النقاط التعك أو لازمك اسم المستخدم وكلمة المرور تشوف النتيجة تعلبك لذلك استحفظوا باسم المستخدم وكلمة المرور أي استفسار والله خليولي التعليقات أسفل الفيديو بالإضافة أيضا قبل ما نخلص الفيديو اللي يمديرين غير كفر في الموقع أنتما ما كم مطالبين بأي شيء تفقنا لازم أنتما راكم معفيين لأنه أصلا أنتما المعفيين ما تقدرش تخرجوا الاستدعاء تعكم إن شاء الله لما يلحق مارس ويفتح الموقع من أجل استخراج الاستدعاء أراني نزيد نديلكم فيديو حول التربية البدنية والرياضية وإلى اللقاء